السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدة الكلام في حلقة اليوم سوف نتكلم على زرعة البسباس التي لديها مجموعة من التسميات بحل النافع كذلك الشمر أو الشمر أو الشمر أو الكامون تشبه بشكل كبير الحبوب والزرعة تكون طويلة بحل زرعة الكامون غير أن اللون يكون مائل إلى الأخضر زرعة البسباس هي الفنوي باللغة الفرنسية ماشي يالانيس اللي هي حبة حلاوة والليانسون اللي كتكون حبيبات مكركبة وصغيرة كما تلاحظوا معي زرعة البسباس كتكون خضرة وطويلة بحلها بحل الكامون هاد زرعة زرعة البسباس فهي عندها عديد من استخدامات سواء في المطبخ أو استخدامات العلاجية فهي معروفة كالتوابي اللي عندنا في المطبخ اللي كنستعملوها المضاق ديالها والنكهة ديالها المميزة وتستعملات كنوع من توابيل في تحضير الأطعمة والحلويات المنافع ديالها كثير من المنافع الصحية فهي بالخصوص على الجهاز الهضمي فهي تلعب دور كبير في الوقاية من العدد المشاكل بحل البالونمون بحل بحل بالنسبة الزرع تحتوي إلى العدد العناصر الطبية منها الزيوس الطيارة بحل إيتينول أو ليمونين بالإضافة للفيتامينات بالإضافة للألياف الغدائية بالإضافة للألياف الغدائية والحمض الفولي هي ممتازة بالنسبة للناس الذين يريد أن يفقدوا الوزن أو يريد أن يفقدوا الوزن أو يريد أن يفقدوا الوزن وصفات الحمية أو التنحيف تساعد العيالات على ضبط الهرمونات لأنه كما قلنا في الحلقات الماضية هي تعمل على موازنة الهرمونات وتحفيز الهرمونات بشكل كبير بالنسبة للفوتوستروجينات التي يوجد في زرعة البسباس فهي تخفف الآلم الدورة الشهرية الطمت بالنسبة للريغلاج أو تريغل السيكل المنسخي أو الغاقل المرأة بصفة عامة كما قلنا لا يمكننا أن تجد فيها عدد العناصر المعدينية مثل الكالسيوم البوتاسيوم بحل السوفخ بحل العديد العديد من المعادة بحل الفوسفور فبنسبة لهذه الزرعة البسباس لا تكفيش حلقة واحدة لكي نتكلموا على مضادات الأكسادة التي تقاوم الجذور الحرة أو السرطان الكثير من المنافع اللي كينا في زرعة البسباس فكيف ما قلنا الأهم حاجة أو الأول حاجة فهي المشاكل الهضمية التي تلقي منها وكيتعالجها بحل الحرقة والغازات والنفخة الانتفاخ البطن بالإضافة إلى مغاص الأطفال الصغر الرضع فعطيناهم مستخلص زرعة البسباس فهو يخلصهم من المغاص والآلم على مستوى البطن بالإضافة إلى كامل الالتهابات التنفسية والقصبات الهوائية والآلم الظهر بالإضافة إلى أهم الناس الذين لديهم الارتفاع الضغر استعملها مع بعض الأعشاب بحل السنم كيف هي تعالج المشكل والإمساك الذي يعني منه واحد العدد الناس كما قلنا الدورة الشهرية فهي تخفف الآلم الدورة الشهرية مع عسر الطمس الذي يعني منه النسوة فهي عندها نفس تأثيرات تقريبا الهرمون أستروجين فهو كما معروف كما تكلمنا في الحلقة ماضية في زريعة البسباس كتعمل على تحفيز إنتاج هذه الهرمونات بما فيهم الهرمون الأستروجين الذي تعتبر هرمون الأونوتا بمتياز كذلك زريعة البسباس فهي مزيانة للجلد لتتعرض الحروق كذلك بالنسبة لزريعة البسباس فهي فيها كما قلنا تأثيرات مضادة لتهاب تساعد على العلاج للإنفلامسيون التي تعرضها الباطنية أو الخارجية فيها فالعديد العديد من الفوائد التي كانت في الفنوية أو في زريعة البسباس تهدئ الأعصاب لأنها تعالج الاضطرابات بالإضافة إلى أنها مضادة لتوتر كما كترفوا مبين أمراض العصر الصامتة التي تسبب سكتات القلبية وتسبب عدد المشاكين بالنسبة للإنسان الذي يعني مشكلة الضغط الدموي بالإضافة إلى الناس الذين لديهم مشكلة الخارفة والناس الذين المتقدمين في العمر فزريعة البسباس تلعب دور كبير في الخير وتحسن الداكرة بشكل كبير بالنسبة للمرأة والعيالات التي يرضعه فزريعة البسباس والنفع الذي نقوله فهو يساعد في إضرار الحليب فالشمر وزريعة البسباس بالنسبة للجهاز التنفسي فتساعد مشكلة كبيرة في التحسين أداء الجهاز التنفسي بالنسبة للمعيدة الأمعاء كما قدرنا اليوم الغازات والانتفاخ البطن والنوزي الغتية فهذا كامل زريعة البسباس التي تدرجنا في النظام الغذائي فأكيد ستساعدنا بشكل كبير هذا كامل كان خصائص جمالية في زريعة البسباس فهي تساعد لنمو الشعر عند النساء المسبة للشعر للجسم فهي سبحان الله تساعد على عدم بغرض الشوحيرات التي يكونوا في الدين وفرجلين فقط الشعر تساعد على أنه ينبت بشكل جيد عند النساء فكذلك المنقوع ذريعة البسباس تساعد بشكل كبير في الطرد البولغم تخفيف الآلام فهي مدرة للبول كما قلنا مزيان لنصحب التنسيون لأنها فيها البوتاسيوم بوحدة نسبة مهمة كذلك العالمات تقدم في السن بحل التجاعد فهي تتقلل منهم كذلك بالنسبة للناس اللي كانوا من مشكلة السكري فأكيد هي تعمل على تخفيض مستويات السكر في الدم الكوليستيرول الضار فهي تساعد بشكل كبير في التحكم في المستويات الكوليستيرول وكتحارب التصلب الشرايين كيفما تعرفوا الكوليستيرول الخطر للقلب والشرايين بالنسبة للشمر بصيفة عامة بالنسبة الأعراض الجانبية أو كما كنقولوا الآن لذلك الزفة النيجاتيف فهي قليلة لتناولت بواحد شكل مضبوط الواحد الفترات التي تكون قصيرة ماشي طولة فهي أكيد أنها لا تشكل لشي حاجة سيلبية لا بالنسبة للأطفال لا تحتاج لتعطيهم بالنسبة كبيرة بالنسبة كذلك المرضي يحاول ما يمكن يتجنبون لأنه لن يوزوش أو الرضيع في الحليب نتمنى مشاهدي الكرام نكون حلقة اليوم على الأقل أعطيتكم فكرة على زرية لبس باس والفرق بينها وبين حبة حلاوة وللينسون لانيس كذلك أعطيتكم فكرة على المنافع نتمنى مشاهدي الكرام ضغطوا على الزر لايك وإلى اللقاء حلقة قادمة إن شاء الله